السلام بنات كنتمنى احوالكم تكون طيبة على خير والصحة دي لكم كذلك تكون على خير ومرحبا بكم معي من جديد في قناة سالون ومطبخهم ايا اليوم غنحضر معاكم وصفة لي جيد رائعة لي ممكن تعتمدوها القوتي دي لكم وكذلك اللي كتجي لديدة الوصفة دي اليوم غنحضر معاكم مسمى بدون لوحوم والنتيجة اللي كيجي رائع من قبل ما ابدأ وكمال عادة كنتمنى تضغطو على زي الاشتراك ولي لايك فضلا منكم وليس امرا بالنسبة المكونات عندي هنا 500 جرام دي الدقيق الابيض اللي مغرب المسبقا ما يعادل 5 كقوس عبر كأس العنبة عندي 250 جرام دي الدقيق فينو ما يعادل جوش كقوس عبر كأس العنبة ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة سكر ساندة نصف كيس من خميرة الحلوية فئة 8 جرام ثم الماء دافئ اول حاجة كنمزج الدقيق الابيض ثم نضيف لهم ملعقة صغيرة دي السكر ساندة اللي كتكون مملوقة جيدا نضيف كذلك ملعقة صغيرة دي الملح بالنسبة الملح كيبقى حسب الضوق ثم نضيف كذلك نصف كيس من خميرة الحلوية بالضبط هنا 4 جرام والكمية الاخرى باش نستعملها مع الزبدة ثم نضيف الماء تدريجيا دائما الماء نضيفه على دفوعات باش نتحكمه في القوام بالنسبة للعجين ما يكونش قاسح و ما يكونش خفيف بزاف من بعد ما نضيف الكيمية الكافية حتى كنا نجمع العجين ديالي و كنحصل على العجين بهات الشكل هادا كما كتلاحظو هنا عن قرب الصورة من بعد ما جمعتو كندلكو بضع دقائق بهاتطريقة ثم مباشرا من بعد ما كنجمعو كندهن لإناء بقليم الزيت النباتية ثم كنشكلو على شكل كورا ثم كنغطيه بالبلاستيك الغذائي و كنخليه ارتاح مدة 15 دقيقة فهد الأثناء اغنحضر معاكم الحشوة الحشوة اللي هي جيد اقتصادية و مكوناتها اللي بسيطة كنحتاج فيها هنا جوج حبات ديال البصلة للحجم ديالهم متوسط لي قطعتهم قطع صغيرة حبة ديال الفلفل أخضر للحجم دياله كبير لي قطعتها كده القطع صغيرة عندي كده الكيمية ملق زبور و المعدنوس لي قطعتهم قطع بينين عندي ثلاثة ديال جزارة أو خزوات للحجم ديالهم شوية متوسط ليحكيتهم من الجهة الرقيقة عندي ملعقة كبيرة ديال المركز الطماطم بالنسبة التوابل لدي نسئ ملعقة صغيرة ديال الابزار أو الفلفل الأسود ملعقة ممسوحة ديالكمون ملعقة صغيرة ديال كوركم أو خركم عرق ملعقة صغيرة مملوءة جيدا ديال الفلفل أحمر أو التحميره ملعقة صغيرة ديال زنجبيل والذيال الملح كذلك تمنى زيت أول حاجة نجيب مقلاة ولكن نوضع فيها كمية ديال زيت النباتيى ثم نوضع في البصلة لقد تلاحظوا اللي قطعتaha الريقيقة ثم نحرك البصلة تقلل مباشرة ثم نضيف ملح ثم نضيف ملح نضيف ملح ملح ثم نضيف ملح ثم نضيف ملح ثم نضيف ملح على نار متوسطة ثم نضيف خز من جار رقيقة لا توقف لا توقف على التحريك حتى نضيف ملح ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف الكوركم نضيف و encounters ثم ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف الخضر نضيف كما نضيف إذا كنت تعطي المقلات تلصق أو تشرب ضيفوا 1-4 كأس الماء بل تضيفه الملعقة المركز الطماطم انا كتافيت بها مباشرة ضفتها ثم نمزج الكل من بعد ما ضفت المركز الطماطم كما تلاحظوا الماء نهائيا الخضر ناشف غير موجود ثم نضيف في هذه الأثناء ثلاثة المعالك كبار تقريبا القذبور والمعدنوس بزيد ثم نقلي العناصر جيدا بضع دقائق ثم في هذه الأثناء نطفي على الحشواء النار و نجعلها حتى تبرد جيدا مباشرة في هذه الأثناء نرجع العجين نجعله ترتاح و نزول عليه بلاستيك الغذائي كما تلاحظوا كيولي العجين مطاطي كيمشي معانا كذلك كنشكله في هذه الأثناء نوريكم الشكل دياله كيكون عجين لرطب ثم نضهنه بقليل من زيت نباتية ثم نشكل كورات بالنسبة للعجين ديالي أنا هنا قسمته على 16 كورة و نقعد لهم الشكل ديالهم لأن كل مسمنا غنوضع فيها جوج كورات الكمية اللي خرجت 16 كورة بالضبط من بعد ما كملت تشكيل ديالهم دهنتهم كذلك من فوق بقليل من زيت النباتية ثم نغطي عليهم بلاستيك الغذائي و نجعلهم يرتاحهم مدة خمس دقائق فهد الأثناء كندوب بالضبط هنا غنعطيكم المقادير جوج مع الكبار ديال الزبدة و نضيف لهم تقريبا نصف كأس ما كاملش نصف كأس هنا يا كما تلاحظو و نضيف ما تبقى من كيس من خميرات الحلوية اللي خليت ثم نخلط العناصر جيدا من بعد ما خلطهم نخليهم جانبا كذلك الحشوة اللي قسمتها على ثمانية كما لاحظو كل مسمنة غنوضع فيها جوج كورات فهد الأثناء كنرجع العجين من بعد ما خليته ارتاح أو الكورات من بعد ما خليتهم ارتاحو ثم كناخد جوج كورات و نغطي على الأخرين ثم مباشرة غنبدأ في تشكيل كنجيب الزبدة اللي ذوبتها قليل من زيت النباتية ثم الحشوة اللي قسمتها ثم فهد الأثناء كنذهن سطح العمل بقليل من زيت النباتية ثم كنجيب أول كورة كنورقها جيدا كما كتلاحظو العجين كمشي معانا لأن دلكناها في الأول بضع دقائق كذلك خليناها يرتاح ثم كنجيب الحشوة قليل منها ثم كنوزعها بهذا الشكل هذا بالنسبة لهذا الحشوة رائعة رغم البساطة دياله كتجي لديدة في هذا المسمن هذا ثم كنطوي المسمن بالطريقة المعتادة كما كتلاحظو ما كنوضعش هنا نهائيا الزبدة والزيت ثم كنلف كذلك جيال أخرى من بعد كنورق كذلك ثم كنطني بالطريقة المعتادة كنجيب طرف في الوسط ثم طرف عند الآخر حتى كنشكله على شكل ضرف كما كتلاحظو ثم كنخليها جانبا كنجيب الكورة الأخرى بنفس الطريقة كندهن سطح العمل قليل من الزيت النباتية ثم كنورقها جيدا بالنسبة نسمنا الثانية هنا كنوضع قليل من الزبدة و الزيت اللي خلطتهم ووضعت فيهم قليل من خميرات الحلويهات ما يقدر بالضبط جوج مع القمة وسطين ثم كنوضع نسمنا الأولى في الوسط ثم كنطني عليها بهذا الشكل هذا طرف الأول ثم طرف الثاني كنورقها شوية ثم كنوضع فقط قليل من الزبدة ثم كنورق و كنجيب طرف عن طرف كنتمنى الطريقة تكون مفهومة ثم كنوضعها جانبا كنجيب كذلك وحدة أخرى بنفس الطريقة اللي وضعت فيها الحشوة و شكلتها على شكل ضرف ثم كنجيب كذلك المسمنا الأخرى كنوضع فيها قليل من الزبدة و الزيت ثم كنوضعها في الوسط و كنبني عليها بهذا الشكل هذا ثم كنشكلها و كنخليها جانبا من بعد ما كملت تشكيل ديال الكورة تخرجت بالضبط الثانية ديال المسمنات فقط هنا الصورة خذتها ولكن أنا خرجت بالضبط ثم مباشرة كنبدأ في طيب ديالهم ما كنخليهم شيرتاحوا نهائيا مسبقا كنجيب مقلات اللي كنوضعها فوق النار اللي كتكون متوسطى و كنخليها تسخن ثم كنناخد أول مسمنات كنقرسها أو نورقها ثم كنوضعها مباشرة فوق المقلات اللي رشيتها بقليل من الزيت نباتية ثم كنكمل تشكيل ديالها و هي فوق المقلات بشكل هذا بشكل ديالها يجينا مزيان هنا صرعت تقليب ديالها ولكن ما حذفت لكم فيديو بش نوريكم بلي قلبتها انها ما تقطعتش كذلك الحشوة ما خرجتش لينا ثم كنخليها تتحمر جيدا من أسفل كذلك بليك يدخلها الطياب كتبدأ تنتافخ كما كتلاحظو هنا عن قرب وأنا كنقلبها بش تحمر من جميع الجوانب مباشرة من بعد ما تحمرت من أسفل كنقلبها كذلك تحمر على الوجه ديالها للمرة الثانية حتى كتتحمر جيدا كم قمصة مرة حتى كنكملهم في طياب ديالهم من بعد ما كملتهم كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن يلي شاركت معاكم اليوم كمما كتلاحدو كميا اللي تعطاتني كميا اللي هي لابأس بها كذلك الحجم ديال المسمن للحجم اللي هو ماشي صغير سنقرب لكم واحدة عن قرب كما كتلاحظو اللون دياله اللي كيجي رائع اما المضاق اللي كيجي أكتر من هائل كذلك التوريق يجي مورق والحشوة كذلك اللي كتجي رائعة اللون ديالها كما كتلاحظو عن قرب كنتمنى فعلا؟ هذ المسمن جربوه لأنه يجي رائع ولديت في المضاقة دياله وكنتمنى ترضع لي في التعليقات وشكرا لكم مع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله